اشتركوا في القناة على ارض مملكة البحرين خلال فترة الاعياد الوطنية لمملكة البحرين ضرب مواطنو المملكة والمقيمون على ارضها اروع الامثلة في الوطنية والاخلاص لارض البحرين الطيبة من خلال مشاركاتهم في مختلف اشكال الاحتفال التي شهدتها محافظات المملكة الاربع احتفالات شعبية بمناسبة الاعياد الوطنية جابت شوارع مملكة البحرين حيث عبر المواطنون والمواطنات عن سعادتهم بهذه المناسبات الوطنية التي تمثل فرصة للتعبير عن اعتزازهم بما حققته مملكة البحرين من منجزات تنموية رائجة في كافة المجالات وما شهدته من خطوات متقدمة ومتسارعة على طريق التقدم والتطوير والإنجاز في ظل العهد الزاهري لجلالة الملك المعظم فعلى سبيل المثال للحصر فعليات عديدة نظمت من قبل عديد الجهات منها وزارة الإعلام التي نظمت مهرجان القرية التراثية والذي شهد حضورا منقطع النظير لما تقدمه هذه القرية من إرث حضاري وموروث شعبي غني جعل الزوار يقبلون عليها من كل حدب وصوب ليعبروا عن هذا الحب والانتماء الذي يكنونه لأرض مملكة البحرين سفارات مملكة البحرين أيضا شهدت إقبالا واسعا من قبل المواطنين احتفالا بالأعياد الوطنية المجيدة وسط أجواء مميزة واستثنائية نقلوا من خلالها للعالم أجمع هذا الحب والوفاء الذي خلده أهل البحرين الكرام في ذاكرة الوطن إن التنظيم هذه الاحتفالات الوطنية في الداخل والخارج يأتي في إطار تبني المبادرات والفعاليات التي تسهم في ترسيخ الحس الوطني لدى جميع من يعيش على أرض مملكة البحرين بما يعكس لوحة جميلة تترجم أرقى مشاعر الانتماء الوطني والاعتزاز بكافة المنجزات والمكتسبات التي حققتها المملكة ترجمة نانسي قنقر